صباح الخير يا مصطر صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الفل أحراكوا كلكم وكل سنة وكل المصريين بكل خير كل سنة وكلنا مطمئنين آمنين نسيج واحد في وطن واحد على الأرض السلام وبالناس المصر كل سنة أقباط مصر بكل صحة وسعادة مبارح كانت الأجواء فيك تدرأية ميلاد المسيح بالعاصمة الأدارية الجديدة كلها عيد وفرح وسلام بشاعر الود والأخوة والسعادة كانت باينة جدا في عيون كل الموجودين المشاركين في هذا القداس وخصوصا لمشارك الرئيس السيسي مبارح أقباط مصر احتفالهم بهذا العيد في كتدرأية ميلاد المسيح في العاصمة الأدارية الجديدة مرة تانية صباحا كل سنة وكل إخواتنا الأقباط بخير وسعادة وسلام ويا رب كلنا دايما في ود وقاء مع بعض وممكن في الحقيقة الرئيس السيسي أرسى هذا التقليد المهم وهو مشاركة الإخوة الأقباط كل سنة فرحتهم بعيد الميلاد المجيد مبارح وجه سياتو التحية للمشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد ووجه التهناء البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وباتريارك الكرازة المركوسية وقال إحنا جايين عشان نشارككم فرحتكم ونهنيكم بالعيد وإن شاء الله السنة دي تبقى سنة سعيدة عينا كلنا ونتجاوز بفضل الله أي أزمات موجودة خصوصا الأزمة الكبيرة اللي بناشها دلوقتي في منطقتنا وهي أحداث غزة وإن شاء الله تنتهي الحقيقة الكنيسة المصرية يعني لها موقف مهم جدا في قضية أحداث غزة أرسلت عدد كبير من المساعدات وكان لها تصريحات مهمة مبارح أيضا رئيس السيسي اتكلم لما كان في هذا الكردس وقال إن أي أزم أو أي مشاكل أو أي ظروف صعبة هتحصل بفضل الله طول ما إحنا مع بعض كل الأمور هتعادي وكل الظروف الصعبة هتنتهي المهم إن بلدنا تفضل بخير والمهم إن الشعب المصري يفضل بخير إن شاء الله دايما مصر في خير وأمان واستقرار وإن شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع وربنا يجعل الأيام مصر كلها أعياد مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يا مصر